نخش بقى في المباراة نركز سيب أجمع من أي حاجة أي كلام بتقال عن نادي الأهلي اليومين دول أي أخبار بتعمل أي بلبلة كبر دماغك كبر دماغك والله ركز في هدفك إحنا عندنا هدف مهمة أوي البداية دايماً بتبقى أهم في دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا مباراة غاية في الأهمية والقوة والصعوبة مباراة النجم السحلي فإحنا عايزين ندخل حضراتكم بقى في الأجواء الفريق بيستعد إزاي والأمور ماشية إزاي في البداية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيطمئن على بعثة الأهلي في تونس من خلال التواصل مع رئيس البعثة دكتور مهند مجدي وكمان التواصل مع الكابتن سعد عبد الحفيز مدير الكرة عشان يعرف كل جديد بيخص الفريق والدنيا بالنسبة لهم ماشية إزاي وتواصل دايماً بيبقى مهم من رئيس النادي واللي على رأس هذه المنظومة الكبيرة الكابتن محمود الخطيب يعني أكد في اتصاله الهاتفي مع دكتور مهند مجدي على ثقة الكبيرة في لعب الفريق وجهازهم الفني وقدرتهم على تحمل المسئولية وكلنا واسقين فيهم ثقة كبيرة جداً إن شاء الله يفرحون بإذن الله كمان الدكتور مهند مجدي رئيس البعثة قال إن الروح القتلية للعبين وأصرارهم على تقديم عرض طيب أمام بطل تونس جداً وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق إن شاء الله في انطلاق جيد أو انطلاقة جيدة في مشواره بدور المجموعات وتبقى خطوة كبيرة بإذن الله لفريق النادي الأهلي كمان دكتور مهند مجدي قال إن هو بيصق ثقة كبيرة جداً في العب الأهلي وبيشكر مسؤولي للنجم الساحلي واللي في الحقيقة دايماً بيكون في تعاون والعلاقات أكثر من رائعة ما بين النادي الأهلي وما بين كل الأندية التونسية بالمناسبة يعني ومسؤولي للنجم الساحلي إحنا كنا متقابل مطشاك كتير جداً أهلي والنجم الساحلي فخلاص يعني العلاقات المميزة طيب فيلر وحسام عشور النهاردة عندهم مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي بيبقى اعتيادي بقبل المبرى 24 ساعة الحديث والرد على استفسارات الإعلاميين بخصوص الجانب الفني أو أخبار الفريق وحديث الجهاز الفني واللعابين اللي بيتمثلوا في حضور المدير الفني مستر فيلر وحسام عشور عن هذه المبرى المشتقبة المؤتمر ده حيبقى بالزبط بالزبط في تمام الساعة 7 ونص بتوقيت تونس والمران هيكون الساعة 8 بتوقيت تونس يعني بالتالي الممران هيبقى الساعة 9 بتوقيت مصر والمؤتمر هيكون في تمام الساعة 8 ونص بتوقيت مصر طبعا بكرة حضراتكم عارفين المباراة في تمام الساعة 9 مساء ان شاء الله بالتالي المران الرئيسي هياخده النادي الأهلي النهاردة على ملعب رادس وطبقا للوايح بتاعت الالتحاد الأفريقي ان انت قبل المباراة 24 ساعة مرانك الأخير يكون على الملعب اللي هستضيف هذه المباراة وان شاء الله هيكون مران مهم جدا هيضع فيه مستر فيلر كل الرتوش النهائية التي تتعلق بهذه المواجهة موضوع رامي رابيعة رامي رابيعة برحل الأسف تعرض لإصابة كادمة قوية شوية في فاخده لكن فيه فحص تبلي النهاردة لكن انا بطامن حضرتكم رامي رابيعة بنسبة كبيرة جدا ان شاء الله بإذن الله هايكون متواجد في المباراة هيبقى جاهزة قصد يعني هيبقى متاح للجاذب فاني الجاذب فاني هو اللي هيقرر هل يلعب رامي ولكن طبيا بإذن الله هو خلاص هايبقى متاحه وده من خلال تواصلنا مع الناس هناك وتأكدنا بشكل كبير جدا وان شاء الله رامي الموضوع الحمد لله بسيط هو هيشارك في التدريبات النهاردة بشكل طبيعي جدا بإذن الله تعالى اتكلمنا على موضوع أنيسة بوجلبان والنظار الفريق النهاردة بعد المران الفريق هيرجع على مقر الإقامة هيبقى فيه وجبة العشاء الخاصة بيهم بعد وجبة العشاء هيبقى فيه محاضرة محاضرة أخيرة لمستر فيلر قبل المحاضرة اللي بتصبق المباراة مباشرة وهيبقى كلام وحديث مهم هيعرض فيها مستر فيلر بعد اللقطات الخاصة بفريق النجم الساحلي وكيفية التعامل مع هذا الفريق وان شاء الله نكون موفقين في التعامل معهم ونخرج بالفوز بإذن الله نخرج بالفوز لو تعادوا مش وحش طبعا انت بتلعب برقار دك ومعنادي كبير جدا زي النجم الساحلي لكن دايما احنا طمعين كان جمهور أهلي احنا عايزين الأهلي بإذن الله يكسب سامي أمصان حيلحق بالبعثة بعثة الأهلي في تونس النهاردة وهو كان تخلف عن الصفر مع البعثة عشان كان بيقود تدريبات المستبعدين أو الغائبين عن رحلة تونس وحينضم للبعثة ان شاء الله النهاردة ويكون متواجد في المباراة غدا بالنسبة لكابتن سامي أمصان كابتن سامير عدلي وكابتن سيد عبد الحفيز وماهر عبد العزيز الإداري الفريق هيتداروا الاجتماع الفني بكرا ان شاء الله اللي حيكون قبل صلاة الجمعة الساعة عشر ونص الاجتماع ده حيتم الاستقرار فيه على الزي اللي حيرتدي الفريقتين ومعادل وصول للملعب ومعادل نزول لأرضية الملعب وكل هذه الأمور التي تتعلق بالمباراة نروح نرجع شوية للقاهرة كده في هند سريع الغائبون عن مباراة النجم يقدون مرانهم في ملعب اللايتش احنا عندنا مجموعة من الغائبين موجودين في القاهرة وبيعملوا بعض التدريبات الخاصة بيهم زي صلاح محسن وعمار حمدي وحسين السيد وكمان صلاح جمعة كان عنده النهاردة جلسة في الجم مع بداية المران وبعد كده انضم التدريبات بشكل طبيعي واستكمل المران بشكل جيد بين بالنسبة لساعد سمير ساعد سمير غاب على التدريبات النهاردة وراح النادي بس خاد حقوقنا عشان عنده برد قوي جدا فبالتالي مقدرش ان هو شارك في التدريبات لكن خاد حقوقنا علاجية لهذا المرض الانفلوانز ربناش فيه بإذن الله كمان راح بكرة للعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحية دي اخبار النادي الاهلي قبل 24 ساعة من مباراة مرتبطة